وتصف الحياة بنور هدى جمال وجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسر وده مرتبى فلا له يؤذنه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما يناديه نادي الفلاح تراه لذاك يحوث خطى تراه لذاك يحوث خطى جمال وجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال وجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى جمال وجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال وجود بدكر الإله جمال وجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتصف الحياة بنور هدى ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغف إلى ربه أحب رضاه أحب رضاه يظل يجيء إلى ربه قرار ويسر ودهى مرتبى فلا لا يؤذنه عن سيره ولا جمال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه وتصف الحياة بنور هدى جمال وجود بدكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغف إلى ربه أحب رضاه أحب رضاه يظل يجيء إلى ربه قرار ويسر ودهى مرتبى فلا لا يؤذنه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحوث خطى تراه لذاك يحوث خطى ترجمة نانسي قنقر